الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 4 يناير لهذا اليوم لدينا الكثير من التطورات الخطيرة على عدة صعود في سعيد الجبهات والخطوط الأمامية تقدمت القوات الروسية بمساحات كبيرة بمناطق عديدة إضافة لذلك ستحدث في نهاية الفيديو حول مقالته وزارة الدفاع الروسية عن موضوع الدعم الذي تم تقديمه لأوكرانيا على سعيد الأشخاص والسلاح والمساعدات لذلك أتمنى من حضرتكم أن لا تفوتوا أي معلومة شاهدوه حتى النهاية ولا تنسوا طبعا الانضمام إلى القناة ومشاركة الفيديو سنبدأ مباشرة من جبهة أفدييفكا في جبهة بيربومايسكي التي تقع في شمال غربي مدينة دانياتسك استطاعت القوات الروسية في فترة بعد الظور إحراز مزيد من التقدم تقدم كبير على امتداد 2.25 كم هنا كما تشاهدون وبعمق 1.3 كم على طول هذا الشارع بسطت القوات الروسية سيطرتها على كامل هذه المنطقة ومع سيطرت القوات الروسية في هذه المنطقة منذ الصباح حتى ساعات المساء تواصل القوات الروسية عماتها عسكرية في اتجاه بيربومايسكي في وسط البلدة انطلاقا أيضا من الجهة الشمالية وليس فقط من الجهة الشرقية هجوم كبير تسعى من خلاله ربما القوات الروسية لفرض توكن والسيطرة على بيربومايسكي ولاحقا باتجاه نيتايلوفي حتى تتقدم لاحقا باتجاه كارليفكا إضافة لذلك هذا التقدم سيضيف مزيدا من الضغط على القوات الأوكرانية موجودة في نيفلسكوي أما أحباه في اتجاه أفدييفكا نفسها تواصل القوات الروسية عمالية التقدم استطاعت التقدم في هذه المنطقة هنا كما تشاهدون سيطرت على هذه المنطقة أشرت سابقا أن القوات الروسية تقوم بالتقدم باتجاه جنوبي التيريكون وانطلاقا من هذه المنطقة باتجاه عدة نقاط إضافة أضفت منطقة رمادية أي لا تخضع لسيطرة أحد للكوات الروسية ولا القوات الأوكرانية وهذه المنطقة أتت على حساب السيطرة الأوكرانية كما تشاهدون تضغط القوات الروسية باتجاه منطقة البحيرة هنا في محاولة منها لقطع طريق الامداد على القوات الأوكرانية الموجودة في كامل هذا النطاق طبعا ننتظر مزيدا من التفاصيل في الأيام القادمة وفي الساعات القادمة حالما كانت ستتمكن القوات الروسية من الوصول عبر هذا الطريق إلى البحيرة وقطع طريق الامداد الأوكرانية من هذه الجهة وإضافة عبر طريق من كاميانكا إلى البحيرة أما في اتجاه بيرديتشي فقد حققت القوات الروسية أيضا تقدما ووثرت إلى مشارف بيرديتشي إن أمكان القول من الجهة الشمالية تقدم بامتداد 1.06 كم وبعمقة 380 متر قامت من خلالها القوة الروسية الموجودة في هذه المنطقة بالسيطرة على هذه المساحة وتواصل عملياتها باتجاه مشارف بيرديتشي الشمالية فيما تتواصل المعارك بين القوة الروسية والأوكرانية في ستيبوفي تحاول القوات الروسية أن يكون هناك وجون كبير باتجاه بيرديتشي أحبائي توضيح هام هذه المنطقة التي تشاهدونها هنا تقع في مرتفع فيما بيرديتشي تقع في مخفض وبالتالي كلما تقدمت القوات الروسية أو سيطرت في هذه المنطقة تحديدا هي تسيطر على مرتفعات تتحكم بالنيران أكثر من القوات الأوكرانية أي بمعنى آخر تستطيع استهداف القوات الأوكرانية بسهولة في هذه المنطقة لذلك تحاول القوات الأوكرانية دوما الاندفاع بهجمات وإبعاد القوات الروسية عن هذه المناطق أما في جبهة بخمت في المعارك المستمرة كان هناك تدمير لأحد المعاكل بين المنطقة في المنطقة هنا للقوات الأوكرانية ولكن ليس هناك أي تقدم للقوات الروسية كما تشاهدون بلون الأحمر الداكن تتواصل القوات الروسية عمليات التقدم الخاصة بها وتسيطر على مساحات ولكن هذه المعركة تتضل بجهدا كبيرا القوات الأوكرانية أيضا تحاول أن تقاوم بشراسة في هذه المنطقة ولكن لا تغييرات أما في جبهة شمال بخمت فالأمور مستتبة لا تغييرات في خريطة السيطرة التقدم الأبرز والهام والأكبر على صعيد المنطقة يعني كما يمكن القوة الذي يمكن أن يؤثر لاحقا في العمليات هو في اتجاه كريمينة في اتجاه كريمينة سيطرت القوات الروسية في هذه المنطقة في الغابات على امتداد 1.75 كم وبعمق 385 متر هذه المعملية طبعا ذكرتها منذ أسبوع تقريبا يكون بها الجيش الثاني التابع للقوات الروسية تحاول القوات الروسية توسيع سيطرتها في هذه المنطقة لتضغط لاحقا باتجاه سيفيرسك أما في اتجاه شمال محور كريمينة القوات الروسية توسعت سيطرتها وسيطرت على هذه المنطقة باللون الزعري كما تشاهدون منطقة بعوق 1 كم تقدمت بها القوات الروسية على امتداد 2 كم فيما كما تراحزون نشعت هنا منطقة رمادية حط لحظة غير متأكدة ليس هناك ما يؤكد سيطرة القوات الروسية على هذه المنطقة الرمادية لذلك ستبقى رمادية نشعت منطقة رمادية القوات الروسية تواصل التقدم عبر هذه المنطقة أيضا تحاول الضغط على طريق الانداد الذي يأتي للقوات الأوكرانية من الجهة الشمالية باتجاه تورني فيما تواصل المجموعات الروسية ضغطها باتجاه يامبوريفكا أي كامل هذا المحور يتعرض لضغط من قبل القوات الروسية ضغط كبير وعنيف جدا المجموعة الأوكرانية موجودة في هذه المنطقة جرت عزيزوه منذ أسبوعين ولكن هي فعلا معركة صعبة عليهم القوات الروسية في الأيام السابقة قامت باستهداف المعابر في هذه المنطقة تحاول الضغط أكثر فأكثر على المجموعة الأوكرانية هنا وترك بعض المنافذ لها للانسحاب لكي توفر دماء بالنهاية التقدم الروسي يكلف خسائر بالنسبة لهم وكذلك بالنسبة للأوكران لذلك أحيانا تعمد الجيوش لترك نوع من المنفذ لانسحاب القوة والسيطرة بشكل أسهل على المنطقة هنا توفيرا للدماء أما في اتجاه كوبيانسك تستمر أيضا المعارك بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية في هذه الاتجاهات ضغط عنيف ولكن لا تغيير في خريطة السيطرة أغيرا كان هناك ضربات في بعض مناطق سومي قامت بها القوات الروسية على الكرة الحدودية استهدفت أنظمة دفاع جوي أما عمليات القصف فقد يمكن القول أن القصف يتركز باتجاه القرم منذ ساعات كان هناك نحو عشر صواريخ توجهت باتجاه القرم قامت القوات الروسية بإسقاط عشر صواريخ في المنطقة طبعا باتجاه هذه المنطقة تحديدا تم إسقاطهم الجسر الذي يربط القرم بروسيا البرء الروسي طبعا تم إقافه لفترة معينة طبعا مع كل تهديد يتم إقاف الحركة عبر هذا الجسر وهو الذي كانت تهدف منذ بداية الحرب القوات الأوكرانية لقطع الإنداد الذي يصل إلى خيرسون والكرم عبر هذا الجسر وعبر الخط الرئيسي في هذه المنطقة يمر عبر زابوروجي الذي كانت تحاول القوات الأوكرانية الوصول إليه المهم أحبه أن القوات الروسية أيضا نفذت ضربات قوية باتجاه كريفوغراد في هذه المنطقة باتجاه مطار ميروغراد أيضا في هذه المنطقة وأيضا كان هناك ضربات باتجاه كريفوري روغ في هذا الاتجاه ودني برو ولكن كانت هناك محاولات من الدفاع الجوي الأوكراني للتصدي لهذه الضربات فيما يتعلق بموضوع تقديم بريطانيا الأسلحة لأوكرانيا ستقدم بريطانيا 200 صاروخ جو جو لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني أما فيما يتعلق بالنيتو فهناك حديث أنه سيتم شراء نحو ألف صاروخ باتريوت وتزويد أوكرانيا بهم أحباء ما للهام والخطير أيضا في هذا الموضوع أوكرانيا تواجه مشكلة استنزاف الدخيرة التي كانت تقوم بها القوات الروسية عبر إلسان المسيارات استنزفت دخيرة الدفاع الجوي الأوكراني لذلك تحاول القوات الأوكرانية عبر إلسان أحد قادتها وما ذكرته سابقا أن تعيد تجديد أسطولها تجديد دخيرتها كي لا تنقص هذه الدخيرة وبالتالي في حال شن الروس هجوما كبيرا كي يستطيعون التعامل معه أما على صعيد ما ذكرته وزارة الدفاع الروسية فقد ذكرت أنه تم إرسال في بداية الحرب الأوكرانية حتى لحظة 13500 مرتزق أجنبي إلى أوكرانيا جزء منهم أكثر من نصفهم من أوروبا يوجد من آسيا من أمريكا الشمالية والجنوبية ومن أفريقيا أما على صعيد المركبات فقد تم إرسال أكثر من 1600 وحدة من الصواريخ وأسلحة المدفعية وأكثر من 200 وحدة من أنظمة الصواريخ المضادة أي الطائرات أي الدفاع جوي وأكثر من 5200 مدرعة إضافة أكثر من 23000 طائرة بدون طيار أيضا حبائي المعارك مستمرة نقص الزخيرة في أفديفكا هو الذي يؤثر على المعارك بشكل كبير سبق وذكرتها في أحد الفيديوهات في المجمل القوات الأوكرانية تعاني من نقص الزخيرة في أغلب المواقع أغلب الجوهات الأوكرانية هذا كان كل شيء حتى ساعات المساء أي جديد سوف أفقكم به لا تنسوا الانضمام إلى قناة مشاركة الفيديو وأشكركم على ثقاتكم محبتكم ودعمكم وعلى وقتكم استمين لمشاهدة الفيديو إلى اللقاء بفيديو آخر